أثارت الهزة العنيفة المفاجئة التي ضربت أسواق المال حول العالم على مدار الأيام القليلة الماضية والتي تسببت في خسائر ضخمة للمستثمرين في الأسهم جدلا واسعا بشأن عدم إصدار الذكاء الاصطناعي بأي تحذير واضح يتعلق بأثبة الأسواق الحالية رغم التطور الكبير الذي حدث في هذا القطاع واعتماد بعض المتداولين في البورسة على المعطيات الصادرات من الذكاء الاصطناعي في تحديد اتجاه الشراء والبيع الخسائر التي شهدتها أسواق المال العالمية مؤخرا جاءت بعد مكاسب قوية حققتها البورسات حول العالم منذ بداية العام الحالي ولكن هل تمكن الذكاء الاصطناعي من التنبؤ بهذه الهزة العنيفة التي شهدتها أسواق المال قد يكون للذكاء الاصطناعي من خلال فحص مجموعات البيانات الضخمة القدرة على التنبؤ بالأزمات المالية قبل حدوثها واتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف منها أو حتى تجنبها ويحدث هذا لأن الابتكارات في مجال التعلم الآلي حسنت بشكل كبير قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات المالية وتستطيع الخوارزميات المتقدمة حاليا تحديد العوامل المعقدة في تحركات الأسواق والتي قد تغيب عن الأسليب التقليدية وتؤثر على اتجاهات الأسواق ما يوفر تحذيرات مبكرة من الضائقة الاقتصادية والمالية كما تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي اقتراحات حيوية من شأنها دعم التدابير الاستباقية للحفاظ على الاستقرار المالي ومع ذلك لا يوجد تحذير واضح قد يصدر من الذكاء الاصطناعي بشأن أزمة الأسواق الحالية وهو ما يثير التساؤلات عن عدم تمكن الذكاء الاصطناعي من التنبؤ بتلك الأزمة رغم التطور الكبير الذي حدث في هذا القطاع واعتماد تداول البرسات على المعطيات الصادرة من الذكاء الاصطناعي في تحديد اتجاهات الشراء والبيع وقد هزت مخاوف الركود الأسواق العالمية ودفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الخطرة في أعقاب البيانات الاقتصادية الضعيفة الأسبوع الماضي بما في ذلك تقرير الرواتب الأمريكي يوم الجمعة فيما يخشى المستثمرون أن يفقد الاقتصاد الأمريكي زخمه بشكل أسرع مما كان متوقعا وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أخطأ في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير نهاية يوليو الماضي وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نيويورك الخبير في الذكاء الاصطناعي والرئيس التنفيذي لشركة سكرين جيني دانيال سيبرك أهلا ومرحبا بك سيد دانيال ولكأن هناك عتب على الذكاء الاصطناعي بأنه لم يتنبأ بأزمة الأسواق الحالية لماذا برأيك؟ ليس كيان يستطيع أن ينقذ الإنسانية من نفسها سواء كانت هناك أزمة مالية وهناك بشر داخلين في إعداد هذه النماذج المستخدمة من أجل فهم الأسواق وبالطبع التعبير دائما هو قمامة تدخل قمامة تخرج ونأخذ هذا بعين حذرة الاعتبار الآخر هناك قيود على ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعرفه الظروف الحالية التحاليل ظروف الناس كل هذا يحرك الأسواق نعم الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد أي مستثمر أي شخص يدخل السوق من أجل تحقيق أرباح ولكن هناك حدود على طريقة التفكير هذه نعم ولكن هناك البعض الذي يبني التداولات التي يقوم بها وفقا للذكاء الاصطناعي بناء على ما يقترح عليه الذكاء الاصطناعي هل مثل هكذا خطوة يمكن أن تشكك البعض بإمكانيات الذكاء الاصطناعي حتى في عمليات التداول نعم عندما تفكرين في الذكاء الاصطناعي عموده الفقري هو تعلم الماكينات نفكر في مقادير كبيرة من البيانات لا يمكن لإنسان أن يعالجها هناك التحاليل هناك فهم الأحاسيس هناك النظر على توقعات المخاطر إعداد البيانات بطريقة معينة النظر على شركات مختلفة هناك الكثير من المزايا لما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعله من لا يحب أن يكون له مساعد من الذكاء الاصطناعي ليساعده في إعداد حافظته المالية هناك اعتبارات مهمة في كل هذا بما في ذلك المراقبة التنظيمية واستخدام تعلم الآلة والمسؤوليات الخاصة بتطبيق القواعد واللوائح هناك إشراف بشري وهذه طريقة مهمة للتفكير في هذه العلاقة مع الذكاء الاصطناعي البشر لا تزال هناك حاجة لهم ولكن هناك قيود على قدرة الدماغ البشري وما يمكن أن يحققه أيضا هناك إمكانية للبشر أن يساعدوا في التحقق من البيانات ومعرفة أين تكمن الأخطاء إذا حدثت كل هذا يعبر عن طريقة تعاونية ونحتاج أن نفكر في كيفية التفاعل مع الذكاء الاصطناعي نعم هذه الطريقة في التفاعل مع الذكاء الاصطناعي إذا كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تستطيع التنبؤ البعض لربما ينظر على أن هناك مؤشر ضعف في هذه التقنيات ولم تنجح في التنبؤ فيما يحدث في أسواق الحالية هذه الأزمة هل يمكن بناء إذا اتفق على أن هناك ضعف في هذه التقنية أن تبنى سياسات جديدة في جمع المعلومات وفي صياغتها وفي تحليلها من أجل التجاوز ذلك في المستقبل الوصول إلى البيانات مهم بالنسبة لأي تجربة مع الذكاء الاصطناعي حاليا بعض الشركات لديها فرصة للوصول إلى بيانات أكثر من شركات أخرى مثلا مايكروسوفت وشركات أخرى لديها الكثير من البيانات وهناك سباق بين الشركات بالنسبة لأفضل الطرق لإعطاء ترخيص للبيانات إلى آخره وكمستهلك يريد استغلال كل هذا ربما نقوم بالاشتراك في أشياء معينة وندفع مقابل ذلك الوصول إلى البيانات وهناك أناس يفهمون هذه الأدوات وكيفية استخدامها وكيفية تعريف البيانات أو المعلومات هناك طرق متزايدة لبناء نظام كامل خاص بالبيانات ويجب أتأكد أنه لا يوجد قاسم أو شرخ رقمي يجب أن نفهم ما هو ممكن في هذه التكنولوجيا وهناك الشركات تفعل ذلك للتأكد من وجود شفافية وهذا موضوع مهم الناس يجب أن يفهموا المنظمين الذين لديهم فرصة للوصول إلى هذه البيانات وذلك حتى تكون هناك ثقة ولكن كل هذا خلقه الإنسان شكرا جزيلا لك ضيفنا من نيويورك الخبير في الذكاء الاصطناعي ورئيس تنفيذي لشركة سكرينجيني دانيل سيبرغ شكرا لك